شايف ان هم قدروا يوصلوا للشباب يعني طبعا الراحل نجيب محفوظ لحد النهاردة روايته بتتقري وكل مرحلة عمرية كده معينة كل ما حد بيمر بيها لازم بتلاقي في مكتبته أو في مخزونه في بصمة لنجيب محفوظ السحار كان نفس القصة السحار وصل للشباب بقدر وصول نجيب محفوظ للشباب ولا كتاباته في التاريخ وكتاباته في الإسلاميات وكتاباته في التراث أكتر خلى المواضيع بعيدة شوية عن الشباب لهو أعتقد ما خادش نفس شهرة الأستاذ نجيب محفوظ لأنه هو فيه أكتر من سبب أعتقد القراءة حاجة والسينما حاجة السينما خدمت مثلا الأستاذ نجيب محفوظ فإن تقريبا معظم روايته تحولت إلى أعمال سينمائية في فترة الأربعنات وخدمت جدا لأن عاز أقول لحراك أن إذا كان فيه ناس مثلا في هذه الفترة كان التعليم قليل وكان فيه جهلة أكتر فالناس مش كانتش بتقرأ كتير فالسينما كانت بتعرفهم فيه ناس مثلا بتعرفش تقرأ وتكتب بس عارفوا السلسية وعارفوا اسم نجيب محفوظ من خلال السينما الأعمال الروائية العبد الحميد الصحارة لاتتحولت إلى أعمال سينمائية قليلة مش كتير أشهرهم بقى لشهرهم والعروسة مثلا بعد كده الحفيد لكن هتجد أن هي أعمال قليلة جدا بعكس الأستاذ نجيب تقريبا معظم أعماله لتعاملت الأعمال السينماية رواية واحدة عند الأستاذ نجيب محفوظ لها الحرفيش فيها عشر حكايات منفصلة تعاملت عشر أفلام فمن رواية واحدة ممكن يطلع أفلام ورؤها مختلفة ده غير بقى الدراما التلفزيونية برضو من حيث الكتابة عبد الحميد الصحار زم محرك تكلمنا من شوية لما اتجه أكتر للرواية التاريخية أو الرواية ذات التوجه الإسلامي اللي هي بتتكلم عن تاريخ الإسلام دي برضو لها فئة معينة من القراءة ولها فئة عمرية معينة ومش كل الناس هتبقى مهتمة أنها تقرأ بها هذا المجال فبالتالي هو حدد نفسه لو بنتكلم عن الشباب تحديدا الشباب أحيانا بيمين للرواية أكتر والقصص والحكايات أكتر أكتر منها تاريخية وتوثيقية وثقفية يعني إلا لو هو بيميل بقى للتاريخ دي خصة تانية حتى الرواية التاريخية في هذه الفترة والحد النهاردة لما نجي نكورن حتى في هذا الزمن برضو قراءة الشباب هتلاقي الرواية اجتماعية أكتر من الرواية التاريخية بالزبط مهما نجحت الروايات التاريخية فتظل الرواية الاجتماعية الأقرب لأنه بطبيعة برضو الشباب بيبقى عايز لغة بسيطة بيعايز حكاية تعلق بالزهن بسهولة الاعتماد على التاريخ سعد يعني مش كل الناس بتحب أو مش كل الشباب بيحب وقيروه أو بيتوه مين ده أو مين هذا الشخص وبعدين دايما الرواية الاجتماعية بتبقى مريحة للكراء اللي احنا بتعامل مع الكراء لأنه عارف أنها حدودة خيالية فبقى مرتاح الرواية التاريخية دايما في الندوات القارئ بيشغل باله من السطر الأول هل هذه الشخصيات حقاقية ولا لا ويقعد يطارد الكاتب في كل الندوات عشان يعرف الشخص ده حقيقي ولا لا ما بقاش مدرك أنه في الآخر حتى لو أنا رجوائي استخدمت شخصية حقيقية ففي الآخر أنا بكتب خيال صحيح